لماذا سمي البيت الحرام بهذا الاسم؟ يعد البيت الحرام أول بيت موضع في الأرض للقيام بعبادة الله تعالى فهو بيت مبارك عظيم فيه من الهدى الكثير وفيه أمان للناس فمن يدخله يحبى بالأمان ومن أسمائه البيت الحرام والبيت العتيق والبيت المعمور والكعبة والحرم المكي وغيرهم من الأسماء إن تسمية المسجد الحرام الذي يقع في مكة المكرمة بهذا الاسم يعود لسبب هام وهو أن الله تعالى حرم فيها القتال وسفك الدماء ونفر الصيد والتعرض للأشجار بالإيداء والتلف والإضرار بها فهي محرمة إلى يوم القيامة ولا يجوز التقاط اللقطة إلا من قبل من يعرفها ويعلم بها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرام حرمه الله لم يحل فيه القتل لأحد قبلي وأحل لي ساعة فهو حرام بحرمتي الله إلى يوم القيامة لا ينفر صيده ولا يعضد شوكه ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختل خلاه فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لبيوتهم ولقينهم فقال إلا الإذخر ولا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا فانفروا